هو جاء كإنسان لكن ما عندوش الطبيعة الخطاءة مثلنا نعم نعم ما عندوش الطبيعة الخطاءة مثلنا ولما عرض عليه الشر رفض أنا عايز أقول أن آدم لما الله خلقه ما كانش فيه الطبيعة الخطاءة لما عرض عليه الشر قابلة المسيح نمى في وسط هذا العالم ليست فيه الطبيعة الخطاءة مش كده عرض عليه الشر لكن انتصر وعايز أقول حاجة مرتبطة بإخلاء المسيح اتكلمنا في حلقة سابقة عن الإخلاء بس مش في كل النواحي أنا عايز أقول نقطة أن المسيح لم يستعن بإمكانياته اللهوتية في مقامة الخطأة وضحها شوي أكتر يعني المسيح هو الله الله الإنسان ممكن واحد يظن يقول إيه أه طبعا ما المسيح يضرب القطية لا أنه عنده قدرة لأنه هو الله لا لازم نفهم حاجة أنه بسبب إخلاءه لم يستعن بإمكانياته اللهوتية لمصلحة نفسه فإذا سمح لنفسه أن يكون محدود نوعا ما في إنسانيته في إنسانيته في إنسانيته في إنسانيته محدود في أولويته غير محدود نعم وبالتالي لم يستعن يعني مثال مثال يا سيس نزار لو عرض علي الشر النهار ده أنا كإنسان ما عنديش إمكانيات لهوتية أنا مش الله أنا إنسان مش كده فما عنديش أي إمكانيات لهوتية لأستعين بها لمقاومة الشر المسيح عايش كده عنده الإمكانيات لهوتية لكنه لم يعتمد عليها لم يستعن بها لمقاومة الشر قاومة الشر كإنسان يحب إله ويكرمه ويتقيه عايش كده قيل عن المسيح كإنسان إنه تقي كلها نتلت مرات النطقي